السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة أنا أنصحكم لوجه الله إذا بدكم تزرعون زهرة جميلة دائما مزهرة عندكم على طول العام وتتحمل الحرارة وتتحمل العطش وتتحمل التربة الفقيرة أنا أنصحكم بهاية الزهرة الجميلة المعروفة بأم كلثوم أو اللانتانية هاي النبتة شنو تسمونها ببلدانكم أتمنى تكتبولي بالتعليقات راح أشرح لكم كيف نزرعها خطوة بخطوة تقدر تزرع بهاية الطريقة وتفتح مشتل وتبيع آلاف الأزهار بدون ما تخسر ولا قرش لأن هاي الطريقة ما تحتاج راس مال كل ما عليك فعله تروح عند حية لحدة عنده نبتة جميلة أو لانتانية وتأخذ أقلام بطول 10 أو 15 سنطي وبكل قلم لازم يكون في برعمة أو برعمتين تقريبا ونقص القلم من الأعلى بزاوية 90 تقريبا وبعدين نزرع بحية لنوع تربة سواء كانت طينية أو رملية أو أي نوع تربة تقدر تزرع بها الأقلام لكن ملاحظة شديدة لازم التربة تكون خفيفة على سبيل المثال التربة الموجودة عندي تربة حمرى طينية وبما أنه تربة طينية يعني تربة ثقيلة في حال زرعت الأقلام وسقيتهم التربة بدت تكمش على جذور القلم والقلم رح يعفن بعد فترة لذلك إذا كانت عندك التربة طينية شنو لازم تعمل؟ لازم تخلط معها بيتموس أو تربة زراعية حتى تصبح خفيفة وفي حال أنت سقيت الأقلام المياه ما تتخزن بالتربة وتتسرب من فتح تصريف المياه من الأسفل بالنسبة لموعد الزراعة نقدر نزرع هاي الأقلام متى ما حبينا بجميع فصول السنة وأكثر شيء هذن الأقلام ينجحن لو زراعتهن بالخريف أو بالربيع بعد ما نزرع القلم لازم نسقيه ولازم نغطي الأقلام بقنينة بلاستيك حتى يكسبن حرارة ورطوبة وما تتبخر الرطوبة وكل يومين نسقيهن مرة وبهاي الحالة خلال 15 يوم أو 20 يوم تقريبا رح يصير فيهن جذور أنا خذيت هذا القلم وغسل الجذور بهذا الشكل حتى تشوفون الجذور بتمعن ويكون بيبناتنا مصداقية إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسون تتابعون قناة أسرار الزراعة ولا تنسون تتابعوني على اليوتيوب وعلى التوكتوك ولا تنسى تعمل شير لأصدقائك وتعمل مشاركة حتى الكل يستفيد لأن هذا الفيديو خذ معاي وقت أكثر من شهر ونص تقريبا شوفهم جمال اللانتانيا اللانتانيا بيمنها ألوان لا تعد ولا تحصى بيه لون الأحمر اللون الأبيض اللون الموف ألوان كثيرة وتقدر تزرع بهاي الطريقة ومثل ما لكم شايفين دائما رح تظل عندكم زهر النبتة بهذا الشكل على مدار العام كان معكم أخوكم مروان منصور السلام عليكم ورحمة الله